جوري باكر اتطلقت مرتين ورجعت عشان الحمل طلعت عن سكتها وقالت استحملت كتير وقالت ان هي عملت كتير عشان العلاقة دي تكمل لكن مفيش فائدة من الواضح كده ان العلاقة من البداية كانت بايزة لاني دي مش اول مرة يحصل فيها الطلاق في يونيو السنة اللي فاتت نازلت بص جوري بتقول فيه وجعل بينكم مواده ورحمه تم الانفصال بيني وبين الراجل المحترم زوجي وبتمناله الخير ارجوكم مش عايزة حد يتوصل معايا عن اي تفاصيل لاني مش هرد على اي حد وشكرا بس وقتها تلعت والد انها ما تطلقتش وان حصل لها كانت والظاهر كده ان الموضوع وقتها تلم وعارفت ان هي كانت حامل فما ينفعش انها تطلق والحد مبارح لحد ما تلعت والد ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملونا بصير تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفع الجميع والحمد لله سبيرت كتير واستحملت اللي ما فيش جمال يستحمل وان اللي تم الانفصال من شهور قريبة بتشارك دايما صورها مع ابنها تميم اللي خليفته في سبتمبر اللي فات وكان الفرحانة بيه جدا ومبسوطة ودايما حريصة على انها تشارك جمهورة اهم لحظات حياتها فشكلها كده خدت عينك جوري اسكندرانية وعرضت ازياء وممثلة وعندها 35 سنة سافر الدبي بعد ما تخرجت من اعلام القاهرة ويشتغلت في شركات دايما وبعدها دخلت في المجال الاعلامي وقدمت برامج اشهرهم عرب وود على روتينة سينما وسنة 2020 مثلت 3 اعمال مرة واحدة البرينس وليلا ولقلق بس في 2023 في جعفر العمدة كان دورها مختلف تماما ولفتت بيه لا حد هنا الخبر انتهى ولكن اخبار المشاهر مع ريلي لسا مكملة فضل الاشتراك واللايك داما لمجهودي